بيت الصحاب بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة باللسان يفقه قولي الحقيقة برح توقفت أمام عبارة كده في أحد الأجعية الجميلة بتقول اللهم اقسب لنا من خشياتك ما يحول بيننا وبين معاصيك اللهم اقسم لنا من خشياتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ده على فكرة دعاء ختم القرآن يعني لما حد يختم القرآن يقرأ دعاء اسمه دعاء ختم القرآن في هذه العبارة الجميلة جدا أتمنى أن تكثيروا منها بإذن الله اللهم اقسم لنا من خشياتك ما يحول بيننا وبين معصيتك أيزا المشاهدين النهاردة أنا محضر لكم وضعات كثيرة جدا لعلكم شفتوا الحلقة اللي فاتت كنا اتصلنا بأحد المرضى وحماته حماته كانت خفت معايا من فيروس سي وهو لو سمحتوا حضراتكم قصة الحلقة اللي فاتت كان لف على الدكاتر علشان تقالوا عندك ورم في الكبد وحنا قلنا قبل كده انه الورم ده بيطلق عليه لحمية اللحمية دي يبتطلع وحمة او حاجة اسمها هيمانجيومة في الطب وساعتها الدكتور بيفرح كده ويقول الحمد لله تكتب للعيان عمر جديد يا اما تطلع ورم ونبص بقى هو ورم حميد ولا خبيس ولو خبيس يبقى بنتكلم فيه ايام معدودات فيه كم شهر على الاكثر هي دي العمر المتوقع لهذا المريض وقد ايه بتبقى الحالة صعبة جدا على الدكتور يعني لا تتخيلوا ببقى متعزب قد ايه لدرجة يعني مرة بقول لولدتي ربنا اديها طبط العمر يا امي انا عايزة سيب الطب خالص يعني مهنة الطب دي مهنة صعبة جدا لان اصعب حاجة انك تقول لعيان انت عندك ورم سرطان وانت بتتكلم في شهور يعني لو عدت عليك سنة يبقى يعني كتير طبعا حاجة صعبة جدا على النفس وبيبقى الدكتور ساعتها مخنوق ومش حارف يعمل ليه يا عيني وبيبقى يعني يعني فعلا فعلا بالذات انا قلت قبل كده ان الحالات دي كنا بنشوفها مرة في اليوم النهاردة ممكن نشوف تلات واربع حالات في اليوم تخيل لو مثلا عندك تلاتين اربعين عيان فيه تلات اربع حتقول لهم انتوا هتموتوا بعد كم شهر او يعني متوقع هذا طبعا ممكن الدكتور يموت قبل العيان يعني دي عمار بيد الله لكن قد ايه القضية صعبة يعني النهاردة انا فاكر انه اخر عيانة كتت عندي النهاردة في العيادة كتت كده جياني بالتحليل وقلت لها افراحي وزغرتي هي وجوزها انت خلاص ما عندكش ورام ولا سرطان ده حتة وحمة احنا بنسميها وحمة يعني تجمع جموي على الكبد الاشعة التلفزيونية اطلعوا دايرة كده نسميها فوكا ليجا نحن والاشعة المقطعية تبينها كده برضو هي عايزة نوع ثالث من الاشعة تخيلوا العيان بيعمل اشعة تلفزيونية فالدكتور يشك فيقول له رح يعمل لي ايه مقطعية فالمقطعية تأكد ان ده لحمية لكن ما تأكدش هو سرطان ولا لأ فيحاولوا تاني الاشعة بالسبغة سلاسية الابعاد عشان تقول اللي جوه الحكاية ده ايه هل هو سرطان ولا شوي الدم فبيبقى الدكتور يعني الحقيقة لا يحسد عليه في موقف لا يحسد عليه ابدا لانه هو مستني الاشعة هي اللي تقول اللي جوه ده ايه اللي جوه ده ورم فالرجل ده يعني ايامه معدودة في الدنيا ولا اللي جوه ده وحمة النهاردة نحضر لكم معلومات كتيرة جدا بعد ما قلت المقدمة الطويلة دي نحضر لكم معلومات تقول مين اللي ياكل اكل يخلي الواحد زكي يعني الزكاء مرتبط باكلة ايه فتأكل عيالك ايه عشان يبقوا اسكية كمان نعومة البشرة نعومة البشرة برضو تأكل الناس ايه علشان البشرة تبقى نعمة هنتكلم النهاردة عن ثلاث حاجات تعالج المفاصل من الاكل والشرب ومش الادوية هنتكلم النهاردة كمان عن حاجات تساعد العلاج بتاع السكر من الاكل والشرب يعني تخلي علاج السكر يجيب فايدة بدل مع علاج السكر ما بيجيبش فايدة هنتكلم النهاردة كمان عن الانواع الجديدة من علاج فيروسي وحنقول ليه في كل عشرة فيه اتنين بيرجع لهم الفيروس النسبة قد تصل الى 30% او 20% وحنقول ليه هي كده الحياة هي مظلومة بالحكاية دي لانه المفروض ان النسبة متتعداش واحد في الالف لكن اللي خلها توصل كده في الفترة اللي عدت قبل العلاجات الجديدة اللي هحكي عليها برضو النهاردة هو اسباب معينة هنقولها النهاردة وحقول لكم في اخر 2016 الادوية اللي هتنزل عبارة عن ايه لفيروس سي وقد ايه نسبة الشفة هتبقى 100% فيها كاملة كاملة وقد ايه مش هيبقى فيه اعراض جانبية هنقارن في الحلقة النهاردة ان شاء الله برضو بين الانترفرون اللي هو الحقن اللي كانت بتاخذ للفيروس والاعراض الجانبية اللي من العلاجات الجديدة كمان هنتكلم النهاردة في الحلقة برضو ان شاء الله ربنا يبارك في وقت الحلقة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الاثار الجانبية للامراض او للعلاجات اللي بتعالج الامراض في اخر 2016 واسمها مربع مارك مربع مارك كل ده هنقوله لكن اسمحولي ارحب بضفين اللي كلمناه اللي فاتت وانا الحقيقة كنت خايف لو يتاخروا ما يجوش لانه لما وعدكم حضراتكم ان انا الحلقة الجاية هجيب الناس اللي اتكلمت واسمحتوا صوتها وما جيبهمش يبقى انا كنت هزعل القوي لكن الحمد لله هبوافوا بوعدهم وجلنا من سهاج اللي كلمونا الحلقة اللي فاتت الحج علامة زغلول اهلا يا حج علامة وهي على فكرة احد مرضاي اللي بعالجها في عيادتي في سهاج وخفت من فيروس سي اهلا يبارك فيك وجزب انتك تكتاب له عمر جديد الحمد لله جزب انتها الاستاذ احمد كمال الحج احمد كمال 38 سنة اهلا بيك حج احمد الحقيقة انا عايزك انت تبدأ الاول قبل الحج علامة قول لي ايه اللي حصل وكنت مرعوب ليه في الاول وايه القصة لفيت على ايه وسمعت ايه من دكاترة وكل اللي حصل اه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اه طبعا اه الشفاء والمرض من عند الله سبحانه وتعالي والنعمة بالله طبعا انا عندي نسبة سكر حاولت اه طركت فترة ان انا ما حللتش بعد ما جيت حلل عند دكتور معين عنديني فطلب مني الشعاعات وطلب مني تحليل طلب مني كذا وطلب مني كذا وطلب مني كذا. فبدأت كل تحليل وكل إشعة جبهاله ودي ودي. فبقول له دكتور انا عندي ايه بالزبط. فقال لي انت تاخد الاسبوع دمعي وبعد كده ايه احاولك على دكتور او براو كبد انت عندك ايه اورب في الكبد. طبعا الوهمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. اهلي واصحابي وناسي والبلد. فربنا سبحانه وتعالى دلنا عليك انت على طول هنا مباشرة. فاجينا لك في الحدل من ما كنت عند الدكتور. لغاية منييتك يعني ما فيش بتاع عشر ايام خمسة اشيئة يوم. كنت ميت فيهم. مش ما انت شفتني بعينك يعني. اه. انت كنت شفتني بعينك. انا كان مثلا وزني خمسة وستين كيلو. وصلت ايه ممكن ربعين كيلو. او خمسة وثلاثين كيلو. اه. فاللهم لك الحمد وربي ما السنة تضره وانت ورحمة الراحمين. اكتر من كده ما اقدرش اقول. والبركة في الله سبحانه وتعالى ثم فيك. الفضل لله واحد. الفضل لله سبحانه وتعالى. فان كانت اه تدمير اتدمرت اه امي اتدمر اخويا اتدمر اخوات اتدمر اصحابي. جميع اللي عز علي واللي حبني اتدمر بالنسبة للموضع دي. بس ايه المشهد الحقيقة انا برضو عايز احكي للشاهد المشاهدين. كان مشهد غريب وانا بقول له انت معندكش حاجة. اه. يعني اخواته وناسه وانا فكت في العيادة. كلهم لقيتهم داخلين علي القوضة بسرعة كده وبيبسوه واللي بيعيط واللي وقعوا. كان منظر الحقيقة يعني بحاولا انهلكوا. لكن مهما قلت مش هارسم بالكلمات ملامح هذه الصورة الانسانية او شديدة الانسانية. كانت صورة انسانية شديدة جدا. لو تشوفوا اخواته لما تراموا عليه ولما بكوا كلهم وعيطوا على سريد الكشف. كانت لحظة كنت اتمنى يعني اسجلها. لكن بحاولا انهلكم بما اوتيت من قوة لانقل ملامح وتفاصيل هذا المشهد. المؤثر الانساني جدا. طيب اسمع من الحج على ما انت خفيت من فيروسي معايا في سهاج. الحمد لله خفينا دكتور. اه الحمد لله. انت لسه دورك ما جاش نطلع التسجيل اللي سجلنا معاك على عشان انت خفيت. فجيت بنفسك وشوفي مكتوبانك بقى انك تطلعي معانا مش بس تتسجل. لان انا الحقيقة لما خفت من فيروسي سجلت لها يمكن دقتين في العيادة في سهاج. اه 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 قلت لها ان شاء الله هتتزعف الحلقة لانه الحمد لله احنا وصلنا دخلين على تلات تلاف مريض. تلات تلاف مريض خفوا من فيروسي بفضل الله على ايدي الحمد لله بفضل الله اولا واخيرا ووسطا وووو يعني اه يعني اه الفضل الله واحده يعني. اه فانا عايز اعرف منك برضو انت اه 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 حمات اه الحج احمد ايه اللي حصل من منزورك انت بقى في قصة الحج احمد. اه حدا يعني ما تتوصفش. اول ما قال لنا ده من البليانة وقال اه عندي ورم في الكبد. اه. دخل عليكو على طول قال كده. اه فكلنا يعني ما تعرفش ايه حالتنا بقيت صعبة يعني. اه. ودينا لدي وانت طبعا بفضل الله. حمد لله. برضي اه فرحتنا وقلت ما عندهش ورم و. انتو من درجة ولا البليانة? لا من البليانة مركز البليانة. قرية ايه بقى? الغنيمية. الغنيمية البليانة. البليانة. اه. طيب يعني انا عايز برضو عشان النهاردة محضرين معلومات كتير للاستاذ المشاهدين وهنحاول نتكلم فيها. اه عايزك تقول لي احساسك لما خفيت من فيروسي لانه ده موقف برضو. يعني زي فرحتك ب بزبنتك. اه. فرحتك برضو انت لما خفيت عندي من فيروسي. اه. فرحت. حمد لله. سرقت كتير. طبعا. اه. طبعا. اه. كان لكي كم سنة في في فيروسي. انا ليا بقى لك قد ايه. انا معرفش انا من يوم ما كشفت عندك يعني من ثلاث سنين. اه. احنا خفينا بقى انا فترة طويلة فعلا. اه خفينا. الحمد لله. طيب اه بس انت ما جيتميش سهاج بقى انا برضو استغربت يعني لما لقيتك دخل علي. اه. وانت متعودة تكشفي بسهاج. اه. وجياني في المانيان. اربعة وتمانين شارع المانيان المركز بتاعنا. عشان اه. غالي عليك. غالي طبعا عليك. اه. طيب. اه تقولي ايه بقى للسادة المشاهدين يعني ان الواحد لازم يتزرع بالصبر وانه لو جاله خبر زي ده لازم برضو يدعو ربنا ويبقى شديد التضرع الى الله. انا يعني اقول الواحد ما يروح لدكتور كويس وكون معروف ما يروحش لأي دكتور. نعم. وما يقول له ما يقول لهش اول ما يقول له عندك ورمي يستسلم ويسدك. اه. لازم يكون دكتور معروف وكويس اه ويروح له يعني. تمام. طيب احنا عايزين برضو نسمع منك يعني انا شايفك خلاص هتعيط فهم يعني. احنا في لحظة فرح مش في لحظة دموع. بقى الحمد الله رب العليم للان فيدي. ايه الفرق بقى وانت جايين وانت راجع بقى رجعت البلد. ايه الفرق بين احمد كمال ده واحمد كمال. لا حاجة كبيرة دكتور فرق كبير. واحد جاي مستسلم للموت وبعد كده ربك سبحانه وتعالى حياة من تاني. ده في فرق اه مش هقول لك مية في المية الافات الالفات. اه. فالحمد الله رب العالمين اللهم لك الحمد يا رب. اللهم رب العالمين. طيب يعني احنا عايزينك بس بقى ايه يعني تتدرع الى الله وتتفكر الحكايات. ده كان موقف ربنا بيفكرك بس. فلازم تتغير. احمد كمال ده. لا احمد كمال ده. اه. احنا دايما بنقول للناس يصلوا اتناشا ركع على الله شكرا كل ليلة. عشان نكون سبب في الخير. والله يا الله. على خير. فله اجره اه فله مثل اجري فاعلة. نعم. فان شاء الله كل ليلة جده تتديها عزماتك. شكرا على الصحة لانه هي اهم حك. ان شاء الله. طيب. انا بشكركم على انكم يعني جيتوا من سهاج. الله يخليك يا دكتور. وسعيد او بمجيئكم. الله بارك فيك يا فادي. يا رب دايما ان شاء الله تنقاموا بالصحة. احنا نشكر ربنا ونشكرك انت ونشكر كل واحد انتصل بنا من الكويت والسعودية. ده الدنيا تقلبت. ده الدنيا تقلبت سعيان. نشكر اي واحد انتصل بينه وشاركنا الخلق. حبيبكوا كتير في الكويت. الحمد لله. ده الدنيا مبطلش ربنا في السك خالق. نشكرهم كلهم. فواضح انك شخصية محبوبة الله. الله مبرك الحمد يا رب الله. ربنا يحدث فيك خلقه. اعزائي المشاهدين ان الله اذا احب عبدا امر جبريل. فنادى في السماوات ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه اهل السماوات. ثم يهبط جبريل فينادي في اهل الارض. ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه اهل الارض. ويوضع له القبول في الارض. عزائي المشاهدين. فاصل ونواصل. لا تدير المؤشر عن قناة الصحة والجمال. فما زال في جعباتنا الكثير والكثير والكثير من اسرار السكر والكبد والفيروسات. فاصل ونواصل. بالوصال فتن معنى يروم القرب منك ليستريح فموسى رد بعد سؤال ربي وانت رأيته كشفا صحيحا صلى الله عليه وسلم. عزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل مشكلتنا دايما الوقت. التوازن الذي نريد وننشد بين ان نعرض حالات لتجعلكم تتشبسون بالامل ومعلومات اللي تكون نورا لكم في طريق الصحة. الحقيقة اه معلومات كتير عايزين نقولها النهاردة ولكن اول سؤال اه كنا قلناه من شوية اهم واجبة تديها اه لنفسك او لابنك ايه عشان تزيد معدل الزكاء. العلماء الحقيقة درسوا الموضوع ده ولقوا ان السمك 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 هو افضل واجبة تنمي الزكاء. عشان كده بينصحوا ان حضرتك تاكل سمك تلات مرات على الاقل في الاسبوع. تلات مرات على الاقل في الاسبوع. وبالذات انواع السمك اللي في المياه الباردة زي التونة زي السردين زي السلامون زي الماكرل. لكن التونة الحقيقة هي اقلهم رغبة لان التونة بنخاف لا يكون فيها عنصر الزئبق كتير. التونة ساعات تبقى متخزنة في مكان كتير فترة طويلة فيتخاف ان يكون فيها عنصر الزئبق بزداد في المياه الدافئة مش في المياه الباردة. عموما الانسان يحتاج الى ربعمية ميلي جرام من الاوميجا سري في اليوم. والاوميجا سري موجود في الصيدلات على فكرة. فاذا مش حابب السمك ومش قادر تاكله اه تلات مرات في الاسبوع تقدر تجيب اي مستحضر من مستحضرات الاوميجا تلاتة. الاوميجا تلاتة بالمناسبة موجودة كمان في بزرة الكتان. فانت تقدر بتلاتة جنيه هيكفوك الشهر كله. تروح للعطار او لاي حد بيبيع بزرة الكتان. وحضرتك تشتري بزرة الكتان بتلاتة اربعة جنيه كافية للشهر كله. هتزيدك زكاء. هتعملك نعومة في البشرة للرجل والسيدة. هتزود افراز الهرمونات المهمة في الجسم. هتشيل الام المفاصل. بعد فترة هتحس ان الام المفاصل قلت للنص او اكتر من النص. كمان هتساهم على ان ما يجلكش جلطة خالص. طيب انهي افضل بزرة الكتان. لو اتطحنت هتفيد في كل الخمس اعراض اللي قلناهم. تعالوا نقولهم مع بعض. نمر واحد مش هيبقى في جلطة هتجيلك لقدر الله عمرك. لانه بيعمل سيولة في الدم. اتنين هيخلي البشرة ناعمة تماما. تلاتة هيخلي الهرمونات تفرز بصورة جميلة جدا جدا جدا. اربعة هيزود الزكاء في الجسم بشكل اكثر من رائح. خمسة هيعالج آلام والتهابات المفاصل بدرجة قد تصل الى اكتر من خمسين الى سبعين في المية. والعلماء هم اللي بيقولوا كده. يبقى السمك. التونة. السردين. السلامون. الماكريل. جزور الكتان. في طريقة جميلة جدا تقدر تجيب معلقة بزرة كتان وتنقعها في كوب يوم كامل. وتاني يوم تشرب بزرة الكتان او حتى تاكل البزرة هتكون خلاص تنقعت. فتستطيع انك تشرب كوب كل يوم من ده. اعتقد ان الامور هتبقى مختلفة تماما من حيث نعومة البشرة. انا حاول حفزكم نعومة البشرة اتنين السيولة. على فكرة في ناس كل اللي ضغطهم عالي لازم يعملوا كده. كل اللي عندهم الضغط بيعلى كان امك كان اختك كان والدتك عمك خالك قريبك انت شخصيا يفضل انك تاخد يا اما اوميجا سري كابسولة في اليوم يا اما كتان يا اما المكسرات. المكسرات ايضا على فكرة فيها الاميجا سري بكمية كافية جدا. طيب انا كنت وعدتكم في اول الحالة اتكلم عن حاجات كويسة اوي للسكر. احنا قلنا عنصر الكروم مهم جدا للسكر وعلى ذلك انصح مش بس اللي عايزين يخسه. يعني هو الحقيقة اللي هياخد عنصر الكروم كابسولة في اليوم كروم كابسولة في اليوم كروم هيخس. يبقى بيساعد على التخسيس. اتنين بيساعد على قابلية الجسم للانسولين. علشان كده دايما مع دواء السكر خد كروم. خد كروم. خش للصيدلية يقول له اي دواء كروم? اي دواء ايه? كروم. الكروم على فكرة موجود في خميرة البيرة. علشان كده نص معلقة او ربع معلقة خميرة بيرة يوميا هتزبط جدا الدنيا. وكنت سعيدة النهاردة لما جاني عيام في العيادة قال لي انا بكتب وراجة دكتور حسين الكلام اللي بتقوله. وقلت انه عود قروم في المطحون يساوي اربع وحدات انسولين وهذه حقيقة. لكن هل معناه اوقف الانسولين واخد تلات معالق قروم في? لا. اه ارفة لا. 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 هي بتساعد قوي لكن ممكن بعد كمية معينة ما تديش. يعني مش كل عود ارفة هيدي اربع وحدات ايه? انسولين. انما شوية الارفة يدي ايه? اربع وحدات انسولين. انا بس عايزة ازبط لك الاتنين لانه في بعض المرضى يروحوا موقفين الانسولين بالشكشكة اقول لك الدكتور حسين الشراء قال لنا خدوا الارفة. الارفة الوحدها لا تعالج. هي بس بتساعد معانا. لكن لا توقف الايه? العلاج. من الحاجات المهمة الحقيقة جدا جدا اه اللي تسألت عليها كيف اونظف كابدي من السموم? كيف اونظف كابدي من السموم? احنا قلنا تستطيع ان تاخد ادوية ودي مفعولها سريع جدا زي الجاستروبيوتك وزي النيومايسم وزي الترينسيدي اي حاجة من دول مرتين في اليوم? الناس اللي دخلت في غيبوبة وكل شوية جيلها غيبوبة مفروض تيمشي على قرصين بعد كل اكلة من هزي العناصر. حقنة شراجية مرتين او تلاتة في اليوم. الامساك? الامساك يساعد على ان يبقى فيه مشاكل كتيرة في القولون والجهاز الهضمي فارجوك ما تخليش في امساك. الامساك بالمناسبة يجيب الصدع يقلل من القدرات العقلية حتى للناس يعمل مشاكل كتيرة جدا. طيب ايه الحاجات اللي احصل بها جهاز الهضمي. الحقيقة وجدوا اني الكرومب الكرومب ورق الكرومب باي طريقة بس مش المحشي. لا الكرومب. الكرومب كان اخضر او كان مسلوق. وجدوا ان الكرومب والبروكلي والليفت. ادي تلات حاجات احفظوهم. كرومب بروكلي ليفت. وعلى فكرة البروكلي فيه بروتينات حيوانية. يعني اللي ياخد شوية بروكلي كأنه خد ربع كيلو لحمة. تماما. كأنه خد ربع كيلو لحمة كلها تماما بروكلي. من اكتر الحاجات اللي فيها بروتينات حيوانية. تمام? لكن هي من الخضروات طبعا. يعني توازي وتكافئ البروتينات الحيوانية. يبقى تاني لو حد جاله غايبوه بقى قبل كده. لو حد دخل في توهان قبل كده. لو حد بالكابت بتاعه تعبان قوي. او حتى الحد السليم اللي عايزي نضف بطنه كل شوية. عليه وعلى الليفت. عليه وعلى البروكلي زي ما قلنا عليه وعلى الكرومب. عليه وعلى البصل والتوم. لانه الاتنين غنيين بعنصر اسمه الكابريت. فبالتالي ده من الحاجات الكويسه قوي. تكلمنا دلوقتي عن تنظيف الكابب من السموم. من الحاجات المهمة succeeded اللي عايز تكلم عليها النهاردة الحقيقة. قال اه احنا قلنا الكروم من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. فيتامين سي تخيلوا. فيتامين سي من الحاجات المهمة جدا لمرضا السكر. وعلشان كده فيتامين سي قلنا بيقاول المناعة. بيضيع نزلات البرد. ولذلك دايما يا جماعة لما حد او حتى بياخدوا كابسول بياخدوا كابسول ما تجلوش البرد يعني لو اتنين في البيت ودخل البيت ضيف عنده انفلونزة اللي عنده المناعة ضعيفة ياخد الانفلونزة والتاني ما ياخدوش مهما باسه يعني خده في الحض وشغال يبوس فيه وشغال ينقله العدوى لان تنتقل ايه العدوى لانه المناعة بتاحته قوية لانه غني بفيتامين سي وحنا قلنا فيتامين سي موجود في البرتقال وقلنا انه في فيتامين سي كمان طبعا موجود في حاجات كثيرة جدا لكن اللي عايز اقوله انه فيتامين سي موجود في الصيدليات وبتركيز كويس جدا لدرجة انه ممكن العيان يقاول مناعة فياخد اتنين فيتامين سي بعد الفطار اتنين فيتامين سي بعد الغداء اتنين فيتامين سي بعد العاشل درجة من كتر ما فيتامين سي كان بيقاول مناعة كان بعد الدكاترة زمان قبل العلاجات اللي بالحمد لله ربنا وفقنا والعيانين بيخفوا فيها من فيروس سي كان ياخد كميات مهولة من فيتامين سي على امل انه فيتامين سي الواحده يقدر يضيع الفيروس سي طيب فيتامين سي ضيع فيروس سي يعني مش هتنسوها خالص طيب تعال بقى نتكلم النهاردة عن الحاجات اللي احنا قلنا حنقولها في اول الحلقة وان كنت لو فض وقت في اخر الحلقة هححكي لكم عن علاجات الجديدة لعلاج السكر الانظمة الجديدة لعلاج السكر وجاية منين الفكرة بتاعت العلاجات الجديدة بتاعت مرضى السكر الحقيقة اول سؤال بس الاول اللي عايز اديكم كم معلومة مهمة جدا كنت حضرتها لكم بنقول لو في فطريات في صوابع القدم عليكم على التوم يبقى اي حد بيشك من فطريات بين صوابع القدم او تانية بين صوابع القدم اللي بتبقى بيضة ورحيتها وحشة وبتيجي في الشتاء اكتر وبتيجي لما نلبس الجزمة فترة طويلة عليكم على التوم لو كانت فص توم بعد كل وجبة وعملت الحكاية دي اسبوع انسى خالص تكرار هذه الفطريات البابونج الحقيقة لو في حرقة معدى احنا قلنا العرقسوس قبل كده وقلنا نص كباية ونضيف عليها البابونج يبقى كوب بابونج يضيع حرقة المعدة تماما لو حد عنده كلسترول احنا قلنا قبل كده انه كلسترول ده من الحاجات اللي هي دهون في الدم عليك وعلى الكومترا يبقى لو الكولسترول عالي كومترايا كل يوم انتهى الموضوع طيب احنا قلنا قبل كده ان الاناناس بيساعد في الهضم يعني لو حد عنده سوق هضم وكل ما ياكل الاكل واقف لو كان الاناناس هيتهضم الاكل كويس قوي وقلنا كمان ان احنا لو حد عنده حساسية وخد اناناس الحساسية بتقل تماما يبقى الاناناس يستخدم في حاجتين في سوق الهضم بسرعة كده كأنه خدت علاج للهضم وفي نفس الوقت كأنه خدت علاج ضد الحساسية واحدة بس اناناس كافية لهذا الموضوع وتكلمنا قبل كده عن السمسم والكريز عشان الام المفاصل وتكلمنا النهاردة عن الاسماك وبزرة الكتان عشان الام المفاصل يبقى نقول الام المفاصل لو خدنا معلقة سمسم كل يوم هتخف الام المفاصل لو خدنا كوب من الكريز او حبة من الكريز كوب من عصير الكريز او حبة من الكريز المفاصل مش هتتعبى هذا الشكل تاني ابدا مع ملاحظة من المفاصل اللي يتعبها الارفصة انك تقعد تارفص او انك تنزل سلال طيب تعالوا نقول في فيروس سي بقى وزا فضي وقت ان شاء الله هنتكلم عن موضوع العلاجات الجديدة للسكر السؤال الاولاني ليه حصلت الانتكاسة السؤال التاني ليه نسبة النجاح بتاعت الفيروس ما كانتش زي علاج الفيروس زي ما كانت في اوروبا وامريكا احنا اتفقنا انه الفيروس نفسه انواع زي ما في واحد من محافظة انا وواحد من محافظة سهال وواحد من المنصورة الفيروس نفسه بتحسيه ليه اربع انواع وعلى فكرة كل نوع تحته انواع تانية بس الانواع الكبيرة اربعة النوع الاول النوع التاني النوع التالت النوع الرابع النوع الرابع هو اللي موجود في مصر النوع الرابع هو اللي موجود في مصر النوع الاول والنوع التالت موجود في امريكا النوع التاني والنوع التالت موجود في اوروبا النوع الرابع موجود في مصر فوجدوا انه النوع الرابع مختلف خالص وعشان كده لما الانترفيرون يتعمل كان يخفف الناس في امريكا واوروبا وما يخففهمش عندنا في مصر هناك يجيب نتائج 70% لانه الراجل هناك قاعد في جوه مختلف حياته مختلفة التلوث مفيش بنفس الدرجة نوع المأكلات مختلف نكد الزوجة مختلف ضغط رئيسه في العمل الدنيا مختلفة خالص وانا رحت المجر والنمسا وبلاد في أوروبا الناس مختلفة خالص مفيش الصراع ولا القتل ولا الموت فيش ده كله خالص لانه الراجل عنده ما يكفيه هو الراجل بياخد في الشهر ما يكفيه وزيادة هيحقد على صاحبه ليه هيحقد على زمينه ليه في الحياة يعني مش عايز اطول في النقطة دي بس ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله ونشتغل كلنا وبلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا طيب عايز ارجع بسرعة لموضوع الانواع الاربعة فكان دايما النوع الرابع ده ما بيجيبش فايدة عندنا يعني النوع الرابع لا يعالك بهذه العلاجات ليه لانه هم هناك مركزين على مرضاهم وده قيمة العلم احنا عندنا ربنا يكرم يا رب اختنا في في عبده وامثالها هو ده المهم عندنا هنا انما هناك العلم هناك يتصدر الشاشات العلماء هناك يتفتح الباب في المؤتمرات ونجوم المجتمع هم العلماء انما نجم المجتمع عندنا اما راقصة واما لاعب كورة وربنا يعني يعني يكون فعالنا لكن اللي عايز اقوله ان عشان العلم هناك مركز على امراض هناك فالنتيجة جاية كويسة معاهم مش جاية كويسة معانا كانت النوع الجديدة اللي هنا دي كانت كويسة هذه المرة لانها كونها توصل 75% ده كويس جدا جدا ايه بقى اللي خلاها اللي خلاها توصل 75% انا برا واحد اختيار المرضى لما بدأنا في مصر هنا نطبق بدأنا نطبق ان احنا ندي الناس اللي عندها تلايب في درجة متقدمة وكان عذرنا في هذا وده صبت انه غلط بعد كده ان احنا ندي اللي قرب يموت يعني احنا عارفين ان عشان الواحد يتحول من مرحلة ف واحد لف اتنين عايز له عشر سنين ف اتنين ف تلاتة عايز له سبع سنين عشر سنين فقلنا ايه طب ما ندي الايه اللي حالته حارجة الاول عشان يلحق يعيش يعيني انما التاني ده قدامه عشرين سنة نكون احنا ايه لقينا فلوس ودينا له طبعا النظرية دي كانت خطأ وقدت نتيجة عكسية في ايه بقى قدت نتيجة عكسية في الحكم على العلاق لان لما تدي ميت واحد فيهم عشرين بايزين بايزين مايجيبوش معاك فائدة تجي تحسب النتيجة تلاقاها كام سبعين في المية انما لما تدي الناس عندهم فيروس يوم ما دخلوش في تلايف او في اول التلايف النتيجة تطلع مية في المية علشان كده هنكت تدي مية في المية عندنا حدثة الانتكاسة الكام حدث الانتكاسة الـ 30 في المية او 25 في المية او زي ما نقول تعالوا نصغرها كده نقول في العشرة في اتنين حيرجع لهم الفيروس طيب اه الحاجة التانية الحقيقي مش بس اختيار المرضى كانت اختيار الشقيق للسوفالدي او للسوفوس بوفير الشقيق للسوفالدي او السوفوس بوفير كان هو الريبافرين وده اصلا معروف انه ضعيف بس كان لازم نديله انه ما كانش فيه غيره بعد كده طلعت داكلنزة فبقى سوفوس بوفير مع داكلنزة والنتاك بقت رائعة اللي عايز اقوله انه الناس مستنية الهارفوني و الهارفوني عبارة عن سوفالدي بالمناسبة عشان الناس ما تتصدمش الهارفوني هو سوفالدي زائد حاجة اسمها ليديس بيفير ليديس بيفير مع سوفالدي هو الهارفوني والهارفوني يتاخد لمرضى التليف ومرضى المشاكل بتاعة الكلة البسيطة الى المتوسطة يعني قدي انا داكلة ديفير مع سوفوس بيفير اللي هو سوفالدي مع داكلة اللي هو اسمه داكلانزة اسم الدلع بتاعه للمرضى اللي عندهم تليف واللي عندهم درجة بسيطة من امراض الكلة او درجة متوسطة طب لو متقدمة لا ده أنا حد الحقيقة الهارفوني اللي هو زي ما قلنا ليدي سبيفير مع السوفو اسبوفير هنحكي كمان ونقول انه في العشر سنين في العشر شهور اللي جاية او يعني في اواخر 2016 عندنا مجموعتين من العلاج عندنا مجموعتين من العلاج الحقيقة الرائعين جدا عندنا الهارفوني والهارفوني الجديد يبقى احنا قلنا ان الهارفوني اللي الناس مستنيها لا تندهشوا لما قول انه هو سوفو اسبوفير هو سوفالدي وجواه سوفالدي بس بدل ما معاها ريبا فرين معاها حاجة اسمها ليدي سبيفير ليدي سبيفير طب ايه فوائد الليدي سبيفير نمر واحد اللي بيدي حالات التلايف المتقدمة فهيتحملوا بتوع التلايف المتقدم اتنين الاثار الجانبية قليلة جدا يعني الاثار الجانبية بتاعته من اول الصداع من اول الارق والارهاق يبقى فيه ارهاق شوية فيه صداع فيه سخنية بسيطة جدا ودي مش شائعة خالص زي ما كانت مع الانترفيرون زمان انا بس عايز اقول انه في 2016 اواخر 2016 حد يقول لي ما احنا في 2016 في اواخر 2016 عندنا تلات انواع من الادواء بسرعة هقولهم في دقيقة قبل ما اختم البا سبريفير البا سبريفير ده الحقيقة هو احد المضلع اللي احنا قلنا عليه اللي هو اسمه مربع المربع ده احنا حكينا عنه دلوقتي وقلنا انه مش هيتمسي خالص خالص ليه بقى؟ المربع ده عبارة عن جراس بيفير جراس سي بيفير و البا سبريفير ودول الاتنين الحقيقة بيعملوا مربع مارك مربع مارك ده نمرة واحد بيعالج الجين الرابع اللي عندنا في مصر يبقى انت ضمنت ان الادوية الجديدة اللي في 2016 نتجتها 100% مش 99.5 زي ما حصلة معانا اتنين اتنين كمان اتأكدت انه الاثار الجنبية تكاد تكون لا توجد تلاتة تأكدت انها مش هتضر اخر حاجة بقى الكيوريفو الكيوريفو ده الحقيقة العلاج الاساسي لمرضى الفشل الكلوي يبقى جالك حد عنده فشل الكلوي تدينه كيروفو كيوريفو كيوريفو وانت متطمن لان هذا العلاج لمرضى الفشل الكلوي حتى لو كان على مكنة الغسيل اخر حاجة الحقيقة بس احنا هنقولها اللي هي الفليباتو سبريفير فليباتو سبريفير ده اخر حاجة احنا هنقولها دلوقتي وده اقوى خمس مرات من الهارفني اقوى خمس مرات من الهارفني هيبقى عبارة عن كابسولة واحدة نسبة النجاح بتاعته مية في المية هاي اللي الجيل الرابع حتنتظروا ان شاء الله في اخر 2016 خلص وقت الحلقة وافتكروا كلمة مربع مريك خلص وقت الحلقة كترة المعلومات قوي لكن ما فيش وقت نقولها كلها عزقنا الوحيد ان الحلقة بتتزاع كل يوم حد وكل يوم تلات ساعة تمانية مساء احنا ان شاء الله بإذن الله اي حد يتطلب اي استشارة اي معلومات يستطيع التواصل معانا على الارقام اللي موجودة على الشاشة قدامكم على الخط سواء في عيادتنا اللي في اول فيصل او في عيادتنا اللي في 84 شارع المانياك امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك واحدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بزنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الزنوب الا انت اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم ان هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وزهاب عمومنا وغمومنا يا ارحم الراحمين اللهم اصطرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم اقسم لنا من خشياتك ما يحول بيننا وبين معصيتك امين 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة وقال احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم ان شاء الله باذن الله يوم الخمس الجايح نفسه هاج ويوم الجمعة احنا في القصر ويوم السبت احنا في كومومبو باذن الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واخر كلماتنا افتسام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة